السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كما ولا يخفى على كريم علمكم انه في كل ليلة القدر ليلة القدر هي الليلة التي توزع فيها الاقدار على العباد فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا ربك يقسم فيها الارزاق وكيقسم فيها الاعمار وكيقسم فيها السعادة والشقاء وكيقسم فيها النجاح والخسران وكل شيء ومن تم ربنا يختار وفد الحجاج والعمار ليلة القدر لاواخر رمضان هي الليلة التي انزل فيها القرآن تلك الليلة يحدد الله تعالى اقدار البشر كلهم للسنة الموالية ومن بينه الامور التي يحددها يختار وفد الحجاج والعمار ولما يختارك المولى عز وجل في السماء يوضع لك القبول في الارض ومن تمك تقل الابواب كل مفتوحة والمساطر كلها ميسرة ولا يستطيعه احدا ان يصدك عن حجك اما من لم يكن مكتوبا في السماء فصعب هي الناس اللي عندهم الاموال وعندهم الجاه وعندهم المكان الرفيعة ولكن ما وصلوا الى البقاع المقدسة لانهما ما حصل لهم النداء في السماء ولكي يحصل لنا النداء في السماء علينا ان نركز على ذكرين اساسيين الذكر الاول وهو ذكر كلمة لا اله الا الله العبد المؤمن يقولها في كل وقت وحين لماذا لان هذه الكلمة لها قوة جاذبة ما يسمى بالجذب قوة الجذب كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في مكة وفي البقاع المقدسة حولها من منا ومزدلفة وعرفة وغيرها من البقاع كان يقول خير ما قلت انا والنبيؤون من قبلي لا اله الا الله فمن اراد ان تجدبه اليه مكة مكة المكرمة فيها بيت الله العتيق هناك جاذبية قوة جذب كلما قلت لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تقولها وتكررها كتصير عندك قوة جذب نحو مكة المكرمة ثم بعدها كتقول واحد ذكر اخر لهو الاكثار من الصلاة والسلام على النبي المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتقولها الى قلت اوكررتها هناك قوة جذب للمدينة المنورة لان الحج يكون بزيارة البقاء المقدسة والمدينة المنورة فهذين الذكرين كلما اكترت منهما كي يكون عندك قوة الجذب وبالتالي تسجل يوم ليلة القدر لما يختار ربنا عز وجل وفد العمار ووفد الحجاج يتم اختيارهم وكم من احد لسولتيرا لم يكن في باله لا حج ولا عمرة الاخر اللحظة وذي لقى بانه مدفوع مدفوع كتلقى بان الوثائق يخرجوا ليه الفيزا كتلخرجوا ليه الفلوس كيوجدوا لامور كتلسر كيشعر بانه مدفوع او ان شيء يشديبه جدما هذا بامر الله تعالى وكالي ربما لم يكن مسجل رغم انه يشتغل في هذا القطع وعنده قدرات ولكنه لم يفلح فالامر لله من قبل ومن بعد للا سعيدة ذكرتنا في هذا المناسبة قد يقول قائلة ولكن الحج باقي بعيد لماذا الاخت سعيدة ذكرت هذا الامر ذكرته لانه هدل الايام احنا اليوم عندنا فاتح ربيع الاول هو في التاني عشر منه عندنا الذكرى العطرة الغالية ذكرى المولد النبوي الشريف وفي هذا المناسبة واحد العدد كبير من ابناء الامة الاسلامية يؤدون العمرة تسمى عمرة المولد لان معروف بان العمرة هي كتكون على طول السنة الحج لا يكون الا في موسم الحج الحج اشهر معلومات ليذكر الله في ايام معلومات يعني في اوقات محددة اما العمرة تكون على طول السنة ولا تحتاج وقتا طويلا لان غير في الصنهار كي أدل انسان العمرة وكي بقى غير الزيارة والتبرق بالبقاء المقدسة ولكن احسن عمرة هما عمرتان العمرة الاولى هي في رمضان لقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي لكي أدل العمرة في رمضان كأنه حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليدك القوف الاكتضاب وكلقوا فيها الناس بكل ما أتوا يذهبون ولا يملون ولا يتعبون في رمضان وفي الدرجة الثانية الوقت المناسب اللي هو مفضل وكي يمشون للناس أيضا هو في المولد النبوي الشريف الناس كي يبغي يمشون للمناسبة السعيدة والآن حاليا نرى الوفود كثيرة حتى من المغرب ومن بقاع العالم كله كلهم يندفعون نحو مكة المكرمة لأداء العمرة وخصوصا زيارة الأرودة الشريفة في المدينة المنورة حيث النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدكرة لعل الأخت سعيدة تبدو متشوقة وتبدو شغوفة للا سعيدة تأكدي بأن الله سبحانه وتعالى سيفتح لك الأبواب كلما كان عندك الشوق وكلما كان عندك الرغبة الصادقة تأكدي مليون في المئة بأن ربنا عز وجل سوف يتيك بالأرزاق من حيث لا تدري وسوف يكرمك بهذا الزيارة المباركة في القريب العاجل بإذن الله الوحد الأحد اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين وانتمنوا للا سعيدة شو واحد من أهل الخير والفضل من اللي يبغي يمشي ربما ياخذك معاه في الرفقة وعندي لك واحد الإشارة للا سعيدة معلوم أن سلطاننا الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه كل سنة من اللي يبعث المنعم عليهم إلى الحج وإلى العمر كي يختار واحد المجموعة من الناس ذوي الاحتياج الخاصة تقريبا حوالي أربعين نفر تقريبا أربعين نفر يتم اختيارهم يكونون على نفقة صاحب الجلالة أمير المؤمنين وكي يبعثهم إلى البقاع المقدسة وكي يكونوا معهم رفقاء في حافلة واحدة يتنقلون من مكان إلى مكان حتى يتموا مناسك الحج والعمرة والطريقة هي أن الإنسان أنه ربما يكتب لكان من دول احتجاد خاصة يرسل إما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو يرسل وزارة الداخلية في مصلحة الشأن الديني والحج والعمرة أو يرسل مباشرة القصر الملكي أو الدول الملكي فهناك وحد لما يبعد صاحب الجلالة المنعم عليهم وما أكثرهم يذهبون على نفقة القصر الملكي يتم اختيار وحد الوفد تقريبا في حوالي أربعين نفر من هؤلاء لعل الله تعالى ييسر لك هذا الباب أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يفتح للجميع أبواب الخير والفضل والبركة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نواصل أيها الأحباب الكرام ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم ونبدأها من ضرب ضاء مع للا سعيدة على السلام عليكم الحزب كريبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الحز مرحبا للا سعيدة الله يطول عمرك وديها الحز يا أهل وسهلا الله يطول عمرك سيد الله سهل عليك الله يلقيك الخير والجميع يا ربي أنا سيد مكفوفة وديها الحز وكان طلب منك سيدي الحاج اللي يطول عمرك ويلقيك الخير التي يصير يعرضون الجامع كان جاتني القرعة دي الحاج الحاج ودرتها أول خطرة وجاتني الحمد لله بقدرة الله عز وجل ولكن ما مشيت وديه الحاج ما لقيت الفلوس وما مشيت وديه الحاج وما سهل الله ما مشيت وتنطلب الله عز وجل والمحسنين يا ربي شفتني العمرة 8 عمرة وديه الحاج مكفوفة وتمنيت هذا المقام وأي مسلم قيت منك الله يسهل للجامعة سيدة لليش حن عمر ديلك 45 عام نصير تبارك الله أنا ما كنتش مكفوفة سيدي تمرت والحمد لله ده 21 عام ده بيش ما بقيش كنشوف ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله لنا ما طلع الزوجة الله يفرج عليك لله الله يفرج عليك آمين يا ربي للجامعة وديه الحاج الله يطول عمرك وخل ساعدة بإذن الله هو أول حاجة للا ساعدة الحج هو نداء هو نداء من السماء هو ليس مرتبطا بالقرعاء ولا مرتبطا بالرصيد المالي ولا مرتبطا بإنسان عنده عنده ما كان في السلطة تقول له لاعتبار له الحج هو أولا وأخيرا هو نداء من السماء حينما ينادي المولى عز وجل على العمار وعلى وفد الحجاج يتم تعيينهم ومن التالي يتم تبسيط كل إجراءات لصالحهم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله المترجمات لك